هنا وتحديدا من دوار بيت عنون شمال الخليل تتجسد عنصرية الاحتلال التي تقيد حركة المواطنين بسبب الإغلاق المحكم الذي فرضته حكومة الاحتلال على كل أرجاء محافظة الخليل ما شكل معاناة حقيقية للمواطنين في تنقلاتهم سوف لك الوضع يعني أنا مثلا هاي جيت من النبي يونس نزلت الركاب عن النبي يونس مجرد منزل الركاب أجل جيش وتردهم واضطريت أني أجيبهم من النبي يونس أجيبهم هان والصبح نفس الإشي جبتم على بيت عنون طردوهم من بيت عنون رجعتهم على النبي يونس هاي المعاناة يوم يوم اللي بنزل لك غاسل كلها كيف بدك تجيبه من البوابة للبوابة والبنزل مريض والبنزل معه سرطان والصبح الساعة ستة الصباح رنوا علي ناس معهم سرطان يعني بدهم يطلع المطلع مثلا كيف بدك توصلهم فالأمر لم يقتصر على ذلك فحسب فحتى الحالات المرضية وغيرها لم تسلم من بطش الاحتلال بسبب هذه الإجراءات فسير المواطنين على الأقدام في ساعات متأخرة من الليلة ومرورهم بجانب الحواجز جعلهم هدفا مستباحا لجنود الاحتلال وصلت تنقل زي ما انتوا شايفين صعبه كثير يعني بدك يجي المواطن من سعير أو من الشيوخة مناطق الثانية بدك يطر ينزل على البوابة هاي ويقطع الشارع للمنطقة الثانية وفي أغلب الأوقات يكون عندنا جنود الاحتلال وقفين على هذه المنطقة وبضيقوا على المواطنين وعدة شهداء نزلوا على هذه المنطقة خاصة بيت عنون من استفزازات الجيش الإسرائيلي إلى هذين المواطنين ووقع عدة شهداء عندنا في المنطقة هاي وخص منطقة السعير والشيوخ واثناء إعداد هذا التقرير أقدمت جرافات الاحتلال على هدم 45 مسكنا زراعيا في منطقة الطيبة ببلدة ترقوميا شمال غرب الخليل وهذا ليس بالإجراء الأول في هذه المنطقة التي يواصل الاحتلال ومستوطنوه انتهاكاتهم بحق أهلها ما شاهدتموه في هذا التقرير هو نموذج حي على بشاعة الاحتلال وعنصريته الدائمة بحق المواطنين العزل فبهذه الحواجز والإغلاقات تعزل المناطق وتعزل الحياة بشكل كامل عزمي بنات تلفزيون فلسطين من أمام مفرق بيت عنون شمال الخليل